أنه اليوم نحن لبنان المفروض أنه يصنف بعد ربما أسابيع على القائمة الرمادية عم نحكي نحن اقتصادياً والقائمة الرمادية شو معنى هذا؟ يعني القائمة السوداء لبنان تقاصل قرار وهيدا القرار برجع بقوله وبأكد وأنا دايماً عم بقوله اللي بيشبيهة بـ 14 أضار يكون هيدا الوحدة بـ 14 أضار هنقدر نحن نمثلق منا لأنه 14 أضار اللي تشبعها المشروع الإيراني ما بيشبعها بريخ رمشو مساء الخير مشاهدي الفضائي سرويو تيفي من السويد وأيضاً مستمعين عبر راديو سرويو أفأم ومتابعين عبر صفحة سرويو تيفي لبنون نحن وياكن بحلقة جديدة من برنامجنا السياسي الأسبوعي بكل حرية رغم كل التطورات الأمنية الراهنية اللي عم بتسود ببلدنا لبنان ورغم التهديدات اليومية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين الأبرياء والأمناء في بيوتهم وبطرقاتهم على شغلهم عم نشوف أديش أشكال الدولة الغائبة أو الدولة غير الموجودة عم بتكون الخطر الأول على أبناء اليوم بيحكونا عن حرية ونحن ببلد مسلوب الحرية مسلوب القرار ومسلوب كل ما هو بيعطي حق للإنسان والعيمته نحن وياكن مشاهدينا بحلقتنا الليلة سمحولي رحب بضيفنا حضرة الصحافة الأستاذ ربيع ياسين أهلا وسهلا فيك أستاذ ربيع حضرتك رئيس تحرير موقع تانسبارنسي نيوز يعطيك العافية ومنعرف أديش خبرتك بمجال الأعلام واسعة من سنوات طويلة شكرا لألك اليوم بكل جرأة بكل حرية رح نحكي شو عم بيصير تحديداً بلبنان يعني طبعاً هون دور كبير لقيادة الجيش لمدرية القوى الأمنية يلي دايماً عم بيكون فيه عصابات يعني متورطة عم يتم الأبض عليها ولكن الجو سائد هل نحنا ببلد صرنا نقول فعلاً غاب الأمن؟ يعني اليوم للأسف نحنا مش موجودين ببلد هذا نحنا شبه بلد اليوم يعني إذا عم نشوف حضرتك مثل ما تفضلت وقلت بمقدمتك صار المواطن اللبناني عم يبحث عن الأمان والأمان هو من أدنى حقوق المواطن اللبناني اليوم فإذا أدنى حقوق هذا المواطن اليوم مفقودة وهذا اليوم يعني منا وليدة الساعة يعني نحنا ما نمنوعينا جينا لأينا اليوم ما في أمان هذه يعني مسيرة طويلة بلشت بضرب لبنان وبضرب هيبنة الدولة منذ ما قبل حتى اختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ 2004 تاريخ محاولة اختيال النائب مروان إحمادي وسلسلة الاختيالات يلي بدأت من هذا التاريخ من هنا نحنا اليوم كنا عم نشوف أنه كانت في محاولة جدية لضرب لبنان لضرب هيبة الدولة لأنه اليوم شفنا ما قبل 2005 اليوم كان لبنان بمكان آخر واليوم لبنان ما بيشبه أبداً لا لبنان 2005 ولا لبنان ما قبل 75 نحنا عم نعيش بأسوأ مرحلة بتاريخ لبنان على كل الأصعدة سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الأمني ولا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد النقدي يعني اليوم المرحلة اللي نحنا موجودين فيها تكاد تكون حتى أخطر من مرحلة اللي كنا فيها بالـ 75 يلي هي بتاريخ مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية فبالتالي اليوم كان فيه محاولة الأحرم ما بدي أقول محاولة هو هني نجحوا يعني اليوم كان فيه محور بدأ بضرب ليس لبنان فقط بضرب المنطقة بشكل عام يعني منذ سقوط العراق هون كانت يعني نحنا اليوم جزء من هذه المنطقة ما فينا نكون نحنا فاصلين حالنا عن المنطقة بلشت بضرب العراق وكأنه هذه السياسة الإقليمية بدأت تتغير يعني بدأت تلقي بظلالة على لبنان طبعاً بطبيعة الحال مش بس على لبنان على لبنان على سوريا على الأردن على اليمن على كل المنطقة يلي سيطر عليها وهيمن عليها المحور الإيراني يعني نحنا عم نشوف إذا منرجع شوي بالتاريخ لمرحلة سقوط العراق منلاحز أنه سقطت العراق ضربوا من بعد فلسطين بقتل ياسر عرفات من بعد بقتل واستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبلشت كرت المسبحة تعيد الإختيالات وتعيد تغيير حتى وجه البلد ونظام البلد وحتى آخر شي ضربوا اقتصادياً يعني كانت ضربة الاقتصادية اللي هي آخر شي بس وليكن قبل كان فيه قرار مش بس بضرب لبنان بتغيير وجه المنطقة ونجحوا نجحوا بتغيير وجه المنطقة ونحن عم نشوف اليوم المناطق يلي مسيطرة عليها إيران ومش نحن اللي عم نقولها هن اللي عم بيقولوها وهن اللي عم بيتفخروا فيها أنه نحن مسيطرين على أربع عواصم عربية يلي هي العراق، اليمن، سوريا، ولبنان واليوم الأردن اليوم في محاولات لضرب الأردن في محاولات لأن الأردن طبعاً هي الأساس بقلب منطقتنا العربية يلي بظل هيدا الهلال يلي نرسم للمنطقة فبالتالي اليوم عم بيجري محاولة لضرب هذا البلد هل برأيك رح يقدروا أيضاً يخرقوا داخل الأردن مع وجود هكذا نظام يعني لسيما وأنه هناك فرض لوجود الدولة مش مثل لبنان سيدتي والعراق كان فيه فرض لوجود الدولة وهيمنة الدولة يعني اليوم إذا فيه قرار بضرب نعم بيقدروا بس أنا باعتقاد اليوم نحن صرنا بمرحلة مختلفة صحيح مثل ما قلت أنه نشحوا بمرحلة من المراحل أنه يفرضوا الهلال مثل ما بيسموه هني ونشحوا بفرض هيمانتهم على المنطقة ونشحوا بفرض بزرع البقر يلي موجودة بكل هذه البلاد ولكن نحن عم نشوف لوين راح الشرق الأوسط صار عنا إذا بدك شرق أوسط مقصوم لأصمان قصم يلي هو بضم الدول المجلس التعاون الخليجي ويلي عم نشوفها اليوم عم بيروحوا عم بيصاروا بمصاف الأمم وبمصاف الدول والتطور والازدهار والتطور والازدهار والإنماء والاقتصاد واليوم الانفتاح يلي صار والتطور والتقدم يلي صار وشوفنا شرق أوسط آخر ما بيشبه الشرق الأوسط يلي موجودين فيه بفلكه كل الدول الخليج وإلى ما هونالك نحن صارنا بمكان آخر وهذه الدول بمكان آخر ولكن السؤال قديش راح يقدروا يستمروا يعني هني جرّوا يفوتوا على المملكة العربية السعودية بضرب المملكة العربية السعودية عبر اليمن وجرّوا يفوتوا للعديد من الدول قديش نعمل بالكويت حتى وبالإمارات حتى سواء من تفجيرات وأعمال أمنية وإلى ما هونالك ولكن اليوم بقدروا نجحوا بهذا المحور اليوم راحوا لعنا لأنه نحن الحلقة الأضعف الحلقة الأضعف ونحن يلي عنا موضوع الطواقف ونحن يلي عنا أزمة بالحكم وحتى يلي الدول يلي منا موجودة فيها الأزمة خلق أولي الأزمة مثل بالعراق يعني إحنا بحياتنا ما كنا نسمع بالعراق أنه التقسيمات يعني كانوا يعرفوا خلق الشعب العراقي فقط ما يعرف مين المسيحي مين المسلم مين اليوم لأ أنا عرفت حتى بسوريا رغم مشكلتنا مع النظام السوري ولكن أيضاً انخلقت لأنه اليوم هذا المحور خلق الشرخ لحتى ينجح هذا المحور هاي سياسته فرق تصد وهون بوصلنا لبنان يعني لبنان اليوم شو اللي كان يرعب هذا المحور مالذي أرعب هذا المحور رغم كل الضربات يلي أكلناها من الاستشهاد الرئيس الحريري لغاية اليوم شيء واحد أرعبهم ما أرعبتهم الأحزاب ما أرعبهم حزب القوات اللبنانية ما أرعبهم المستقبل ما أرعبهم الحزب التقدم الاشتراكي وغيره نملة أرعبهم شيء واحد يلي هو 14 أدار وحدة 14 أدار هي اللي بترعب هيك مشاريع قد ما يكون عندك قوة مسلحة موجودة اليوم يعني اليوم خلينا نقول حتى أي حزب يكون عنده قوة مسلحة بتضاهي حزب الله ما بيرعب هذا المحور ولكن اللي بيرعبه هي وحدة لبنان وحدة شعبه وحدة طواقفه وحدة مزاهبه وحدة حتى فكره السياسة برأيك 14 أدار الحلم اللي اندثر للأسف هل ممكن يرجع يوماً ما مع هذا الوجود أو الهيمنة الإيرانية الموجودة يعني اليوم حتى عنا مناهج عم تتغير استاذ ربيع يعني عنا خلق لديمغرافية جديدة داخل لبنان عم نشوف حتى هوية بعض المناطق اللبنانية اندثرت بطلت تشبه لبنان اللي نحن صحيح صحيح وانا بوافقك الرأي ونحن عم نشوف فايدة حتى على الطرقات يعني طرقاتنا اليوم إذا تمشي بالطرقات بتحس قاعد حالك بإيران للأسف نحن لا بدنا إيران ولا بدنا غير إيران بدنا لبنان طبيعي اليومصار فيه تغيير بالمناهج فيه تغيير بالأفكار فيه تغيير حتى بالإعلام بالإعلام في تغيير بالصحافة في تغيير بكل المجالات لأنه اليوم بلك حتى بالمدارس في تغيير ونحن عم نشوف بالفترة الأخيرة اللي عم يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أنت طفل عم بتعلميه على خطابات سياسية لايش شو الهدف منه شو الهدف منه مش ضرب لبنان الديمغرافية مش ضرب لبنان التعدد نعم ولكن السؤال الأهم يلي هو تفضلتي وسألتيه عن 14 أدار الحلم ما إلنا خلاص إلا ب14 أدار ما إلنا خلاص إلا بنهج بيشبه 14 أدار ما إلنا خلاص إلا بمشروع بيشبه levar 14 أدار لذلك ما في عمنا حل ما في عمárias حل هل الحل هو التقسيم واليوم هذا المشروع اللي عم ينترح من قبل البعض وما حدا يصدق أن الفريق الآخر لا يريد التقسيم حتى لو طلعه وقال أنه أنا ما بدي التقسيم هو يريد التقسيم على كل حال هو عم بيطبق هذا التقسيم بفدرة لمعينة على إياسو نعم ولكن صحيح ولكن اليوم إذا أنت شرعت له هذا التقسيم بنظام معين فهو تلقائيا بتكون ببررت له وجوده وهي المشكلة هاي المشكلة اللي حتى لازم الأحزاب اللبنانية تنتبه منها يعني المشكلة عمين حكا اليوم الأنظمة مش مشكلة يعني اليوم عم بيقولولك أنه نحنا تطبيق النظام الفيدرالي أو أي نظام آخر النظام الفيدرالي منه شي خطر أنه نحنا نطبقه هو نظام موجود مثل كل الأنظمة موجود بالعديد من الدول بالعالم سواء الدول العربية وحتى الدول الأوروبية ولكن المشكلة اللي نحنا اليوم بلبناني لأنه نحنا بدنا نطبق هذا النظام لأنه نحنا منكره بعض لأنه نحنا ما بقى قدرين نتعيش مع بعض لحيك بدنا نطبق هذا النظام بينما بره عم بيطبق هذا النظام لأنه سياسة البلد بتقدر أنه يتطبق هذا النظام للانتقال من مرحلة إلى مرحلة متطورة أكتر نحنا اليوم عم نطبق هذا النظام أو عم ندعي لتطبيق هذا النظام للأسف لنرجع لورا لنرجع لمرحلة يعني ما بقى نحن طايقين بعض ما بقى نتفاهم مع بعض ما بقى بدنا بعض اليوم أستاذ ربيع أشرت إلى نقطة وهي الأساس هي الوحدة اليوم شو اللي رح ممكن يرجع يجمع اللبنانيين لسيما وسط كل هالعواصف والأزمات اللي ما رأنا فيها لسيما وأنه اليوم اللبناني فقد السيئة حتى ببلده بأرضه بوطنه بمصرفه بكل القطاعات ولسيما أيضا أنه فيه فريق مهيمن على هذه الدولة وهو راضي بإقفال المؤسسات بشرخة بيمكن أعطاء فرص تانية يمكن اليوم عم نشوف إقفال المصارف ولكن عم نشوف بدائل عن القرد الحسن أو غيره مؤسسات كمان ما بتشبه بيئة لبنان فنحن شو المقومات يلي ممكن تدفع اليوم مع كل الصعوبات أنه نرجع نشوف 14 أدار أو تسمية أخرى لأفريقاء ممكن يجتمعوا أولا المفروض يكون فيه قرار يعني قرار من القيادات السياسية كل القيادات السياسية اللي كانوا موجودين أنه نحن فعلا أول شي بدنا نعمل نقض ذاتي للمرحلة الماضية لأي مرحلة 14 أدار ليش فشلت 14 أدار شو سبب فشل 14 أدار وبالتالي مجرد ما نحن نعرف شو الأسباب اللي فشلت 14 أدار بغض النظر عن الحق أمين ومعمين اليوم نقدر نرجع نتفادي ونتلافى هذه الأخطاء ونرجع ننطلق مننا لأنه أنا بعتقد اليوم بتمنى ما يكون مشروع بيشبه 14 أدار بيجي على دماء لأنه 14 أدار يجي على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعني اليوم بعد اختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري شغلتين نحن ما قدرنا نستغله يلي هو خروج السوري من لبنان ما قدرنا نستغله ونتوحد نحن حول هذا الخروج كلبنانيين عم بحكي فانقصمنا ناس مع سوريا وناس ضد سوريا شكراً سوريا وناس تحرروا من سوريا والأمر الثاني والأهم يلي هي وحدة لبنان بـ 14 أدار يعني اليوم ما قدرنا نحافظ على وحدة 14 أدار من هذا المنطلق فبالتالي بتمنى ما يكون في عنا مرحلة جديدة من الدم كبيرة لنقدر نرجع لنقدر نحن نرجع نفهم انه هيدا اللبنان بيستحق انه نحن نتجمح ولا لانه انت بتلاحظي شو اللي يجمع اللبنانيين بـ 14 أدار مبدأ واحد هو لبنان أولا وليش نجحت 14 أدار لانه اللبنانيين هن اللي نزلوا على الشارع بعدين لحقتهم قياداتهم السياسية مش العكس فنحن اليوم بس اللبناني يبعد انه اه أنا اللي بدي انزل على الشارع انا اللي بدي طالب بحقوة انا اللي بدي طالب بانه اللبنان يشبهنا لبنان ما بيشبهنا لبنان ما بقي يشبهنا يعني نحن انت اليوم نزل على وسط بيروت هل هيدا وسط بيروت؟ هل هدي بيروت؟ نعم فبالتالي اليوم واليوم نحن نتدهي بس أستاذ ربيع برأيك ألم يتخذ هذا القرار بضرب هذه العاصمة بشلة بيعني أنه تبقى عم تنزف كل الوقت يعني فيه مستفيد آخر يعني اليوم لما عم تتفضل وتحكي في دول عم تتطور ودول عم ترجع تنهار بسبب يعني انتماء إلى هذا الرأي الآخر أو المنهج الإيراني اليوم فيه فئة كبيرة من اللبنانيين ترفض الانتماء إلى ما يطلو عليها يعني النظام الخنينئي في لبنان ولكن ما عم بيكون فيه استجابة سريعة فنحن اليوم هل برأيك مع كل اللي عم بصير رح يكون في خارط الطريق تودينه إلى اللي عم تتفضل وتطلق هلأ أول يعني ردا على السؤال الأول نعم هناك قرار بضرب بيروت نعم هناك قرار بضرب لبنان نعم هناك قرار يعني اليوم بيروت هناك قرار برجع بقلك أن عمل أكبر من مساحة وطن ويالي هو بلش طبعا مقابل اختيال الرئيس الحريري وكفى ببعد اختيال الرئيس الحريري ولكن اليوم كانوا عم بيضربوا القلب أنت اليوم شبت يعني اليوم بجسم الإنسان إذا توقف قلبه مات واليوم بيروت ولبنان توقفت مدينته توقف القلب العاصمة نعم مات مات اقتصاديا مات اجتماعيا بدي بس هنا يعني استطرت بشغلة كانوا يلوموا الرئيس الشهيد رفيق الحريري بشغلة واحدة أنه عمل وسط بيروت ما بيشبهنا ما بيشبهنا كانوا أهل بيروت والبعد بيقول أنه عمل وسط التجاري ما بيشبهنا مقارنة باللي كان موجود فيه قبل الخمسة وسبحة صدقيني هيدا الوسط يلي ما بيشبهنا هو اللي وحد اللبنانيين بكريسمس ونويل كانوا ينزلوا العالم من كل الخوائف والمزاهب يتوحدوا تحت صحيح كانوا يقصدوا وسط بيروت الدانطان من كل المناطق اللبنانية وحد البشر عمر الحجر ووحد البشر خدمة لتوحيد البشر اليوم نحنا كسرنا الحجر وفرقنا البشر فبالتالي نحنا صرنا كل واحد بمنطقة وصرنا عم نكرس أنه خلص نحنا قتلنا هذه العاصمة نعم وبالتالي نعم هناك قرار اليوم نحنا بنسأل ليش ما بتفتح وسط بيروت أنا سألت نواب ليش الرئيس مجلس النواب نبيه بره ما بيعلن فتح وسط بيروت وبيدعموهم لا يجوا يستثمروا سيدة اليوم من يعني الام تي في مشكورة عملت ضيعة أو عملت قرية رمضانية أعادت الأحياء بزاوية معينة من بيروت أعادت الأحياء إلى بيروت أعادت نزلت أنا نزلت من كل الطواقف من كل المزاهب من كل الطواقف هاي بيروت فبالتالي أنت بترجي على النقطة اللي انطلقنا منها اللي هي موضوع 14 أدار الفريق أو أي فريق آخر بديو يضربك بقصمك بقصمك تصير أنت بمنطقة ما بتشبهيه وبالتالي سهل عليه أنه يفوت على هذه المنطقة على أمل تبقى بيروت الجامعة وترجع بيروت الجامعة على كل أبنائها اليوم بالانتقال إلى ملف الأستحقاء الرئاسي نعرف اليوم قديش فيه بين هلالين يعني معلومات بتقول أنه معقول كتير هذا الملف هو طبعا بجمود كلي وعلى ما يبدو حتى التحرك الدولي والإقليمي كمان وكأنه فقد الأمل ودايما بيكبوا الحق على الداخل والداخل بيقول ماطر الضو الأخضر من الخارج فشو قراءتك التحليلية لهذا الملف؟ يعني لا شك أنه نحن جزء من منطقة وهذا المنطقة اليوم إذا بدأت تصير فيها تسوية هذه التسوية بطبيعة الحال بدأت تنعكس علينا سواء إيجابا أو سلبا وهون بتوقف عند الكلام اللي قاله الأمير العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بيخطابه يمكن ما قبل الأخير يلي طلع وقال فيه أنه عم يتواهموا يلي عم بيقولوا أنه موضوع غزة وربط الساحات هي إلا علاقة بالإستحقاق الرئيسي أو الحرب الدائرة اللي موجودة بالجنوب اللبناني وبالعديد من المناطق اليوم اللي عم نشوفها إلا علاقة بالملف الرئيسي وكأنه واليوم الأمير العام لحزب الله سيد بياخد أوامره من إيران يعني اليوم إذا إيران كانت بدأت تفوت بمعركة وعطت الضو الأخضر لحزب الله أنه يفوت بمعركة بلبنان ما كان فات بحرب يعني هل اليوم السيد حسن نصر الله بده يقنعنا أنه ما فات بهذا الحرب لأنه اليوم خايف على اللبنانيين وخايف على لبنان وخايف أنه على مصالح اللبنانيين بالمنطقة فبالتالي أي مشروع اليوم بالمنطقة أي مشروع أو أي تسوية معينة بدنا نكون نحن جزء من هذه التسوية وبرجع هون لموضوع الملف الرئيسي ملف الرئيسي اليوم مجمد يعني اليوم الدول ونحن عم نشوف عم يجوا صفراء الدول الخمس بيجتمعوا وشو عم بيكون وشو النتيجة هل فيك تنتخب رئيس جمهورية بظل الحرب القائمة بجنوب هل فيك تنتخب رئيس جمهورية بظل اليوم التشطط يلي نحن موجودين فيه أو الحرب يلي مش عارفين إذا مكرا بتصير في حرب ولا ما بيصير في حرب هل كأنه درجة العادة عند هذا الفريق أو الفريق الآخر أنه مهلة وبدأ تمرق وبدأ نقطع وقت لأنه هناك أيضا معلومات تشير أو يمكن خلينا نقول فرضية إلى قلب هذا النظام وليس تغييره لكن ما بخبع لك فيه محاولات عديدة لقلب هذا النظام لأنه هذا النظام ما بقى يشبه المحور الآخر وأقصد هنا المحور الإيران يعني اليوم لما نسمع انتخاب الرئيس من قبل الشعب كمان يعني في بعض أخبار أكثر من هيك وأسوأ من هيك عم ينحكى عم ينحكى حتى على قلب يعني عايب نقوله بس ولكن حتى على قلب الرئيس الماروني أنه هذا آخر رئيس ماروني بيجي على لبنان فبالتالي نعم هناك محاولات عديدة لقلب النظام وضرب النظام السؤال هل هيقتروا؟ أنا باعتقادة واللي شفناه خصوصا مع خطف يعني منسق القوات اللبنانية بجبال وهالوحدة اللي انعملت هالوحدة اليوم اللي انعملت سواء بجبال أو بالعديد من المناطق يعني نحنا شفنا الوحدة بين اللبنانيين بهذا الموضوع هذا النموذج الوحدة هو اللي بيخلينا نأكد أنه لا ما حيتغير هيدا النظام حيتغيروا يلي جايين يغيروا هيدا النظام لأنه ما في حكم استمر يعني كان عنده هالممارسات اللي عم بتصير بالمنطقة واستمر واليوم نحنا عم نشوف إذا بدنا تعمل شوي مقارنة بين الحرب اللي كانت بال2006 وحرب اليوم منلاحظ فيه يعني ما بقى فيه توازن رعب اللي كانوا قيليننا عنه واللي كانوا أنا برأيه محترامي للكل ولكن 2006 ما كان انتصار شو الانتصار اللي حق شو الانتصار انك انت تنتصر بوجه عدوك فقط انك توقفه بوجه البنى التحتية دمرت الاقتصاد الدمر غير الناس اللي انقتلت غير البيوت اللي انتدمرت أي انتصار بالمقابل الفريق الآخر يلي عم نحاربه يلي هو العدو الإسرائيلي كهربته 24 ساعة البنى تحتية كل المقومات النجاح موجودة كانت عنده نحن اليوم كمان نحن عم نشوف أي موازين قوة اليوم عم تفرض المعركة يعني حتى للأسف إذا منرجع لأول حديثنا سيد ربيع إنه اليوم هذه الفسيفة السائية اللي بتجمع لبنان الموحد هي رح تكون الرادع والقوة الحقيقية فهيدي القوة يلي اليوم هي يمكن عم بتكون أو مش يمكن على الأكيد الرادع الوحيد بوجه الدويلة أو بوجه السلاح غير الشرعي يعني اليوم إذا مننتقل إلى الصورة المكونة داخل الجنوب اللبناني هذه المكاسب يلي عم يطمح أنه يقبى التمنى اليوم الفريق الآخر حزب الله يعني وحتى الخطبات يعني الأخيرة لسيد حسن نصر الله كلها بتشير إلى أنه نحن في ظل هذا التصعيد كرمة لعيون إيران هذا الشيء طبيعي يعني هذا الشيء آخرت النهار يعني حزب الله مين هو السيد حسن نصر الله مين يعني هو جناح تابع لولية الفقهية اللي هي إيران مثلها مثل الحماس مثلها مثل الحوسي مثلها مثل كل هالمناطق يعني هاي وحدة الساحات اللي عم يحكون عليها دايما فبطبيعة الأحوال أنه اليوم اللي عم بيصير بالجنوب واللي عم بيصير كله طبعا أكيد يعني اليوم اليوم الإيراني كان بدهم يفتحوا جبهة لبنان كان في قرار أنه ينفتح جبهة لبنان ولكن القرار أنه ما يتكبر جبهة لبنان لغاية هاللحظة اللي عم نسجل فيها الحلقة بس بكرة إذا اليوم تغيرت المعطيات وبرأيي ما حتى تتغير يعني برأيي الإيراني دايما عنده طريقة مناهج بالعمل يلي هو بحارب بغيره يعني بحارب بأذرعته بحارب بالحوثة بحارب بحزب الله بحارب بمجموعاته ولكن هم ما بيدخل بالحرب وهذا أكبر دليل حتى اليوم يعني إذا بنرجع شوي وقت ما أقتله قاسم سليماني شو عمل الإيراني؟ شو الرد يلي عمله الإيراني؟ حتى على مقتل قل قيادة شو عمل؟ شو الشي اللي عمله؟ شو اللي جديد اللي عمله؟ غير الوعيد وبس أكتر من هيك شو نعمل؟ من عمل شي؟ فبالتالي اليوم كمان ما رح ينعمل شيء؟ يعني حتى معي اللي عم تتفضل تقوله أستاذ ربيع شفنا أنه هذا المنحة يعني وكأنه فيه أبض لثمن معين وعن ينحكى أنه هذا الثمن سيكون في الداخل اللبناني هل هو قلب نظام؟ هل هو تغيير هوية رئيس الجمهورية؟ وغيرها من الأمور المطروحة اليوم عم ينطرح أيضا بأعداد كمال وسيئة اللي تم طرحها مؤخرا لزيادة أعداد النواب التابعين لهذا الفريق يعني برأيك كمان اليوم هل نحن رح نكون على هذه الخطة أيضا؟ لكن أنا برأيي اليوم فيه شرق أوسط جديد عم ينرسم بالمنطقة وهذا الشرق الأوسط بفتكر بلشتر المملكة العربية السعودية مع الولي العهد محمد بن سلمان ويلي شفنا اليوم كيف نهض ببلده وكيف اليوم بده يطبق الموضوع منه فقط بس بالمملكة العربية السعودية وبمحيطها إنما بالمنطقة بشكل عام وهذا الشي اللي خلى المملكة العربية السعودية إنه تروح تعمل هدنة مع إيران وتعمل ما بدي سميها مصالحة ولكن خلينا ضمن الإطار الهدنة يلي صارت فبالتالي اليوم وقت مصارت هذه الهدنة قدرت المملكة العربية السعودية ودول الخليج اليوم تضغط على المملكة العربية تضغط على إيران عفوا لتهد من وحدة السحة وهذا الشي بيّن اليوم نحن عم نشوف الاستهدفات اللي عم بتصير بالبحر الأحمر يلي عم بنفزها الحوثي وغيره فبالتالي اليوم صار فيه ضغط من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج لإبعاد هذا الشبح يلي حضرتك تفضلتي وعم تحكي يلي هو سواء التقسيم أو قلب النظام أو هيك فبالتالي ما بتخيل أنه رح يقدروا يوصلوا لسبباني السبب الأول هو داخلي مثل ما حكينا يعني اليوم فكرة رغم الاختلاف يلي بـ 14 أدار بس بعدها الناس بتحب 14 أدار وبعدها النواب بنحكي فيهم باسم 14 أدار وبعدها الشعب عنده حنم 14 أدار وهذا الحنم إلا ما يجي يومه يطبق والتغط التاني يلي عم بحكي عنه أو العامل الآخر هو العامل الخارجي يلي بيتمثل بدول الخليج وضغط الخليج على إيران سيدة اليوم إيران منه بيفضل حالتها وحزب الله منه بيفضل حالتها شو بدي بالله عم يطلع بالإعلام وشو اللي بدي بالله عم يحكي للإعلام والصمود 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 نعم الصمود ولكن اليوم صار فيه نفور نفور لبناني وليس نفور مسيحي وليس مثل ما عم بحاولوا يصوروه وليس نفور درزي صار فيه نفور لبناني منه حيملت وصلبطت حزب الله سواء على النظام المصرفي مثل ما حاضرتك تفضلت اليوم نضرب النظام المصرفي مع أنه كان من أفضل الأنظمة اللي موجودة بخض النظر عن الممارسات ولكن تم ضرب هذا النظام حتى النظام السياسي يعني نحنا شفناه والدليل اليوم كمان اللي بقلك ياه يلي هو مجلس النيابة يلي هو صدقيني لو اليوم وزراء الممانعة بدنا نسميهم قادرين ياخدوا قرار بأنه ينتخبوا سلابان الفرنجية كانوا انتخابون بارح قبل اليوم فبالتالي اليوم خلقنا نوع الانتخابات الماضية على الرغم من غياب تيار المستقبل اليوم والاعتدال السني يلي برأي اليوم كان المفروض واليوم يعني المفروض يرجع أكتر من أي وقت مضى ويقدروا يلموا شامل 14 أدار لأنه هيدا التوازن اللي خرقوا المجلس النيابة الحديث عمل توازن بالإضافة للنقمة يلي موجودة عند اللبنانيين بشكل عام والضغط يلي عم بيصير العربي ومش بس هيك حتى الضغط بره يعني اليوم صار أي حدا من الممانعة ممنوع يفوت على الدول الأوروبية حتى ممنوع بقى يفوت على الدول العربية هذا الشي عمل نقمة حتى بالداخل البيئة بالإضافة طبعا للحرب يلي عم بتصير يعني الحرب اليوم الجنوبيين بعد 2006 اليوم عمروا أصور وعمروا بناء عمروا بلال وعمروا اليوم ضربت اليوم خسروا كل شيء اليوم اللي موجود بالإعلام غير الواقع الواقع الكارثة اليوم عم تحكي في مناطق موجودة بجنوب مثل غزة فبالتالي هذا الموضوع مستحيل أنه يقدر يكمل وقلب النظام ما بفتكر راح يوصلوله استاذ ربيع كنت تحدثت أنه ممكن يتغير القرار بين ليلة وضحاها في سبيل التصعيد يعني والقرار النهائي اللي ممكن تاخده إيران اليوم كمان تحدثت عن اللبنانيين يلي بنوا بالجنوب يلي جان عمرهم يلي بعضهم اليوم صامدين بقراهن وعم بيحاولوا من أمام البيوت المدنية يقدروا يقصفوا بقى هذه المقاومة وهذا الصمود لشعبنا يلي كمان مثل ما يعني فينا نعبر عنه أنه وصل إلى أنه يأس أو كفر بهذه الفئة يلي عم بتهجروا عم تقتلعوا من أرضه اليوم مع تدخل خلينا نقول الدول الخميسية يلي عم تسعى إلى إنقاذ لبنان على حد أولى اليوم هل من تطورات برأيك ممكن تحد من هذا التصعيد المستمر جانبان يعني نحنا اليوم شفنا أنه حسب الله على لسان مسؤولي كلهم بشكل عمقال أنه نحنا فتحنا جبهة غزة أو بالأحرى جبهة لبنان لنخفف على غزة أما اليوم نحنا ما نشوف الإسرائيلية بيقولوا جبهة لبنان غير مرتبطة بجبهة غزة فبالتالي اليوم إذا نحنا رحنا بمفاوضات وتهدئة ويعني عدم إطلاق نار وإلى ما هنالك بغزة فهيدا الشيء ما أنه مرتبط بجبهة لبنان لا بل على العكس اليوم هني عم بيقولوا أنه نحنا انطلقنا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على لبنان فبالتالي نعم نحنا اليوم بمرحلة جدا خطرة بمرحلة جدا خطرة مش بس على منطقة الجنوب اليوم نحنا عم نشوف عم يتم الاستهدفات بالعديد من المناطق اللبنانية ما بقى فيه ولا نحنا اليوم عطينا الذريع على حزب الله يعني اليوم من فترة كان الوزير السابق وليد جنبلاط والنائب وليد جنبلاط كان عم بيقول أنه بدنا نرجع نحنا للـ 48 اللي هي أولى المرحلة اللي كان فيها تهدئة بين إسرائيل ولبنان ولكن اليوم يعني من الذي جنى على لبنان من الذي جنى على لبنان بهذه المرحلة طب وقديش مرتبط قلب موازين القوى لسيما بعدم تطبيق القرار 1701 اليوم وغيره من القرارات الدولية أيضا 1559 آخرت النهار حزب الله سيرضخ وسيطبق القرار 1701 سيطبق هذا القرار لأنه ما يعني اليوم الإسرائيلي حيضل عم بيساعد اليوم إذا وقفت جبهة غزة مثل ما أنا الإسرائيلي ما رح يوقف جبهة لبنان فبالتالي حتى سمعنا كلام عم ينحكى اليوم عن محاولة عم تنبحث مع حزب الله لا يرجعوا للأحدود اللي طاني مثل ما كانوا عم بيقول طب فبالتالي إذا أنت من الأول بدك ترجع أو أنت من الأول بدك تطبق هالقرار ليش فوضت لبنان بهالمعمع ليش فوضت لبنان بهالمرحلة وآخرت النهار بده يرجع يطبق هذا القرار شقنا أم قبينا بده يطبق هذا القرار وأكبر دليل شوف المفاوضات اللي عم بتتم مع إيران اليوم ساعتها بنفهم نحن جبهة لبنان لوين فبالتالي اليوم بديك تشوف أنت المنطقة كلها لوين رايحة وعلى هيدا الأساس نحنا أوهن بيرجعوا بياخدوا القرار بس بناءا المفاوضات اللي عم بتتم بين الدول الكبرى سيدتي يعني حزب الله نحن كلنا بنعرف أخرت النهار يعني شو بينطلب منه بده ينفذ أخرت النهار رح أنتهل أيضا إلى زيارة الأخيرة لرئيس جمهورية قبرص إلى لبنان وتم تباحث أيضا بالهجرة غير الشرعية اللي عم بتتم ويلي عم بيكون ضحيطها لبنان وأبرص يعني أكتر شيء بهالوقت اليوم أقفال هذه المعابر غير الشرعية اليوم الحد من الهجرة الحد من النزوح السوري داخل لبنان لأنه أدي هذه القضية عم بتشكل أيضا خطر ديموغرافي على الوجود اللبناني داخل أرضنا هذا من دون القرار بضرب لبنان يعني اليوم نحن بنشوف كل الدول طب أردن حدنا عملت للمخيمات للسوريين وأتصارت الحرب بسوريا وبأماكن محددة وبأماكن محددة ومش بس هيك حتى عندهم الداتا طبع كل واحد فات على طب هل يعقل بدولة بجمهورية ما بيكون عندها استاتيستيك ما بيكون عندها إحصاءات على قديش فات عدد يعني سواء نازحين أو سواء مشكلة ونحن شفناها وبالتالي حتى اليوم يعني خلينا نحكي الأمور مثل ما هي طب اليوم السوري عم بيروح على سوريا عم بيروح على سوريا عم بيروح بعيد وبيجي نحن اليوم على أبويا بعيد هلأ بتشوف نصف لبنان فضي صاروا بسوريا وبيرجوا وبيجوا على لبنان طب اليوم في مشكلة بلبنان هاي في خطر حتى خطر خطر على لبنان وعلى وجود لبنان اليوم المحور يلي عم نحكي عنه يلي هو المحور السوري خي بدوا هيدا الشيء يعني اليوم دايما المحور ممكن يخلق لك أي شيء فوضى بلبنان سواء عبره بطريقة مباشرة أو عبره بطريقة غير مباشرة يعني اليوم هلأ بدوا يقنعونا أنه اليوم فقط سليمين بيك فرنجي باحترامنا لشخصه ولكن فقط هو الوحيد يلي قادر أنه يحل مسألة النزوح السوري هو الوحيد اللي قادر يحل مسلحة سلاح حزب الله هو الوحيد اللي قادر يعمل موضوع الترسيم فقط سليمين بيك فرنجي فقط ما في أي رئيس آخر ممكن يكون أي رئيس آخر مفروض يكون هول الملفات هول بتمثل أمن القومي تبع البلد فبالتالي من المعيب على أي رئيس جمهورية بدوا يجي بالمرحلة المقبلة من أي فريق مكان أنه ما يشتغل على هذا الموضوع يلي صار عم بشكل مش بس خطر صار عم بشكل أكتر من خطر ونحنا عم نشوف اليوم عمليات القتل والسلب والإجرام اللي عم بتصير من مين عم بتصير ومن أي فئات عم بتصير واليوم بتتم الخطف وبيطلعوا خارج سوريا ومين بيلحهم وبتم عمليات قتل وبيطلعوا غير سوريين هل قد حدودنا للأسف نعم مسيبة حتى مش بس الحدود البحرية والحدود البرية ولكن حتى الحدود الجوية مفتوحة نحنا بلد مشاعلة الكل كان في مثل ينحكى أنه ما في ولا بخبرات بالعالم إنما موجودة عندنا وهي فعلا كل الاستخبارات اليوم اللي موجودة موجودة بلبنان لأنه لبنان للأسف مشاعلة الكل وهون بنرجع للدور الأساسي اليوم بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بضرورة إعادة الدولة لأنه هذه الدولة تحللت سيدة اليوم شو بعد عندنا غير هل إذا بدك شوي الواقع الأمن يلي هي الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية ومشكورين على صمودهم مع كل المقومات يعني اليوم القطاع المصرفي نهار السياسي نهار المجلس النواب ما بيجتمع الحكومة إذا بدأت اجتمع بدأت تطلب يعني إرضاءات من الكل وشو بدأت تحكي والأمور البنودية اللي بدأت ناقشها بس تيفتحولها بالباب مجلس نواب مقفل 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 نهائيا تشريع وانين اليوم بس بدأ يعني هيك أعطيك سكوب أنه اليوم نحنا لبنان المفروض أنه يصنف بعد ربما أسابيع على القائمة الرمادية عم نحكي نحنا اقتصاديا والقائمة الرمادية شو معناته يعني القائمة السوداء نحنا كان بده يتم تصنيفنا سنت الماضي على القائمة الرمادية ولكن عطونا مهلة يعني دايما بيقولنا هاي دي التعبير والعبارات عطونا مهلة لنعمل نحنا شوية إصلاحات لا يقدروا ما يصنفونا على القائمة الرمادية أو القائمة أو البلاكليست كما بيقولوا البلاكليست يعني أنت خنقتين اقتصاديا كمي مؤسف الكلام أستاذ ربيع ومنعرف كمي حضرتك بالصحافة الاقتصادية أيضا يعني تحليلاتك عميئة بحب أختم معك بهالمجال لسيما وأنه لبنان للأسف ما طبق ولا أي من بند من بنود ما طلبوا لحتى يقوم بإصلاحاته لحتى يقدر يعني يسيسر ديونه اليوم برأيك الخطة الأفضل أو الأنجع يعني الحل لأزمة لبنان الاقتصادية شو معقول تكون بوقت هالأد المودعين خسروا جنة عمرهم خسروا كل شي ولا أمال بأنه حتى يرجعلهم تعبهم كيف ممكن حتى هذه الثقة نرجع نرجع المشكلة الأساسية بلبنان هي غياب الثقة هيدا المشكلة الأساسية لأنه اليوم أنت بالاقتصاد فيما يكون معك كمية مبالغ ضخمة لأنك تعملي بزنس أو تجارة ولكن يكون فيه ثقة فيك مجرد ما فيه ثقة فيك العالم بتعطيك على العميانة هيدا النموذج اللي نحنا منطبقوا بحياتنا اليومية هو ذاته اللي موجود اليوم اللي ضرب لبنان هي موضوع ثقة بكل المجالات سواء العالم المودعين ما كان بدوا مصرياتهم صدقيني ما كان بدوا مصرياتهم يعني اليوم هلأ حتى المودعين اللي موجودين روح يقالي لهم بيقلك أنا بدي أتطمن أنه أنا مصرياتي موجودين نحنا اليوم موجودين على الورق فقط فإذا بالدرجة الأولى هي استعادة الثقة هذه استعادة الثقة ما فيك تفصل للاقتصاد عن السياسة نهائيا يعني اليوم بده يكون في عندك دولة هيكل الدولة طب هل يعقل اليوم أنه نحنا يعني بعد مرور خمس سنوات أو ست سنوات بعد الحديد هلأ ما قدرنا نلاقع حل الأزمة اللي نحنا عايشينا قبل موضوع صندوق النقد قبل موضوع لك حتى اليوم هيكلة مصارف قطاع المصرفة يعني بعد ما قدرنا نعمل له هيكلة للقطاع المصرفة بعد ما قدرنا يعني الموازنات اللي أقرينيها موازنات يعني شكلية فقط ولكن هي بالمضمون ما بتشبه أبدا يعني المرحلة اللي نحنا اليوم نحنا المرحلة سيدتي أي دولة بالعالم بتكون عندها هيد المرحلة اللي نحنا عايشين فيها أو وقع بهذه المرحلة تكون في خطط طوارئ يعني مجلس نواب ما بنام حكومة بتكون عم تشتغل 24 على 24 لا يقدروا ينهضوا بهذا الولد وفي كتير دول مرأت بهيك أزمات وقدرت نهضب ولكن اليوم نحنا ما في قرار بعده لغاية اليوم مثل ما في قرار سياسي أيضا كمان هذا القرار السياسي من عكس على الوضع الاقتصادي ما في قرار بعودة لبنان يعني ما في قرار بعودة لبنان مصر في الشرق وجامعة الشرق وسويسرا الشرق ما في قرار بالعكس اليوم لبنان بده بده يضل أو بده يخلوه اليوم تابع لهذا المحور تحت جناح هذا المحور اليوم فبالتالي اليوم أي خطة اقتصادية وأي فترة نهود اقتصادي وأي مرحل جديد اليوم بالدرجة الأولى بدأ بدي يكون عندك دولة بدي يكون عندك رئيس جمهورية اليوم نحن كيف نعين حاكم مصر في لبنان اليوم حاكم مصر في لبنان واسين منصورة هو نائب هو منه الأصيل يعني دايما نحن بكل المؤسسات سواء الأمنية العسكرية الاقتصادية اللي بدي يكون نحن بالوكيل حتى حكومة حكومة تصريف أعمال طب أنت كيف متوقع بولا دولة بالعالم حق ما في رئيس جمهورية حاكم مصر في لبنان بالوكالة اليوم عندك كل قيادات العسكرية أغلبها يعني لو ما انزمت صدقيات الجيش وتمدد لكلنا نحن اليوم شفت أنت الأمن العام اليوم القائد اللواء البيسري طب اليوم نحن بأزمة طب كيف اليوم إذا ما عندك هذا الاستقرار مين اللي بدي يشرع القوانين يعني القوانين الإصلاحية مين بدي يشرعها يا أختي بالحد الأدنى اللي طالبهم صندوق النقد وين بدأت تشرع مش بمجلس النواب طب أمتى عم يفتح مجلس النواب فبالتالي اليوم البداية بدا تكون يعني بإعادة الدولة من خلال رأسها يعني انتخاب رئيس جمهورية تعيين حاكم مصر في لبنان تعيين حكومة هاي حكومة تكون حكومة طوارئ تعمل خطة اقتصادية صاروا حطين ألاف الخطط ملايين الخطط مئات الخطط شو عم يطبق من هذه الخطط شو عم يطبق من هذه الخطط والأهم من هيك أنه نقدر نحن نستعيد ثقة الخارج فينا وتحديدا بدول الخليجي يعني نحن شفنا سادر ليش سادر ما أقر لأنه ما كان في ثقة فينا ما كان في ثقة بالنواب وبحكومة أنه قادر تطبق هذا الإصلاح فبالتالي ما حدا حيجي يشيرنا الدول الأوروبية حتى الصندوق النقد الدولي وكل المؤسسات الدولية رفعت شعار واحد بكل المرحلة وبعد لغاية اليوم سواء بالسياسة أو بالاقتصاد ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم إذا ما ساعدتوا أنتوا حالكم ساعدتوا حالكم هي ما عم تقول لك أنت ضخ مصاري هي عم تقول لك أنت عمولها هيكلة للدولة عمول رئيس جمهورية عمول حكومة حكومة تقدر تاخد السقة ونحن نعطيها السقة ونحن نعرف أنه اليوم صدقيني لبنان اقتصاد وزير دغري بيطلع دغري بيتعافى لبنان ما أنه دولة مخيفة لا بيقدر يتعافى نقصه القرار نقصه القرار بس يجي هذا القرار بيستعيد من خلاله الثقة مجرد مستعاد الثقة صدقيني بأقل من سنة بأقل من سنة نحن نرجع نحن السنة الماضية إجو بس المغتربين عملوا حركة بالبلد مخيفة سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى على الصعيد الاجتماعي أو أو فلبنان ما نقصه شي لبنان نقصه القرار وهي دا القرار برجع بقوله وبأكد وأنا دايماً عم بقولها هي بشبيهها بـ 14 أدار يكون هيدا لوحدة 14 أدار لنقدر نحن ننطلق منها لأنه 14 أدار اللي بتشبهنا هالمشروع الإيراني ما بيشبهنا كتير حلو ورجعنا على نفس الموقف على نفس الكلمة وهو وحدتنا هي خلاصنا فعلاً على أمل تبقى هالساحة مشرعة لكل الأصوات الجامعة لكل الأصوات الوصنية يلي سقفة لبنان أولاً أنا بدأت شكرك الصحافة الأستاذ ربيع ياسين رئيس تحرير موقع ترانسبارنسي نيوز بدأت منيلك كل التوفيق وإن شاء الله أكد بمؤابلات تانية معك إذا ألا رأيك شكراً لكم مشاهدي الفضائي سرويو تيفي ومتابعين عبر صفحة سرويو تيفي لبنان ومستمعين عبر راديو سرويو أفآم إلى اللقاء بالأسبوع المقبل دايماً بك الحرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر